مصر تواصل جهودها لتحقيق تهديئة في قطاع غزة وحماس تطالب بإدخال تعديلات على مخترح بايدن لوقف الحرب في القطاع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يتصاعد على طول خط الحدود ومساع أمريكية لمنع دلع حرب شاملة وانطلاق قمة مجموعة السبع الكبرى بإيطاليا والبيت الأبيض يعلن قرب التوصل لإتفاق بشأن الأسل الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيتشا نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي والخمسين بعد المائتين بمزيد من التواغلات والقصف على مدينة رفح الفلسطينية والحصار على مدن الضفة الغربية المحتلة من بينها جنين وفي الوقت نفسه تواصل مصر جودة الوساطة من أجل تقريب وجهة النظر لإدخال مخترح رئيس الأمريكي بايدل موضع تنفيذاء إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن تتواصل جهود مصر والوساطة للوصول لاتفاق باقف الحرب الإسرائيلية على قطع غزة وأصدرت حركة حماس بيانا طلبت فيه بإدخال تعديلات على المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطع غزة في الوقت الذي تستمر فيه جهود مصر والوسطاء من أجل توصل الاتفاق هدنة يضع حدا للحرب وينهي معاناة الفلسطينيين فإن سمت نقاطا خلافية لم تحدد بعد الشكل النهائي لتلك الصفقة حتى الآن أو تضمن وصولها لبر الأمن بالنسبة لحماس فقد رأت الحركة مطالب يجب تنفيذها في المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن المطالبة بسلاس مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار إلى جانب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطع غزة تحفظ آخر أعلنته حماس فيما يتعلق بطرح بايدن الذي يستسني مئة أسير فلسطيني من ذو الأحكام العالية هذا بالإضافة إلى مطالبتها بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيد من وجهة نظر حماس فإن التعديلات التي طلبتها على مقترح وقف إطلاق النار ليست كبيرة أما واشنطن فرأت غير ذلك أصلا في وقت سابق إذ أكد وزير الخارجية أنتري بلينكين أنه على الرغم من أن بعض مطالب حماس بخصوص مقترح بايدن قابلة للتنفيذ فالبعض الآخر لا يمكن تلبيته معتبرا أن حماس كان عليها القبول بالمقترح المطروح كما هو أما تل أبيب فكشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن طلب حماس الحصول على تعهد إسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة هو في الواقع النقطة الشائكة الرئيسية في المحادثات حماس بدورها لم تغفل الصمت الإسرائيلي تجاه قبول أو رفض المقترح الأخير واعتبرت الحركة أنه في الوقت الذي يواصل فيه بلينكين الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح فإن الحركة لم تسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث بهذه الموافقة داعية بلينكين وإدارة الرئيس بايدن إلى الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان قال إن إسرائيل لا تدعم اقترح وقف إطلاق النار واعتبر المسؤول الأمريكي أن عددا كبيرا من التغيرات التي طلبتها حماس يتماشى مع طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه كما أكد أن مواصرة تشجيع حماس على التوصل إلى اتفاق أمر مهم وأشار مسشار الأمن القومي الأمريكي لأن الهدف هو كيفية سد ما وصفه بالفجوات مع الحركة والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن معتبرا أن التوصل لاتفاق يتماشى مع ما ورد في طرح بايدن وقرار مجلس الأمن أمر مهم المترجم للقناة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريش التزامه الشديد بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة رغم العرقيل خاصة في خضم حملة التضليل طويلة الأمد لتشويه سمعة وكالة الأمروة وشدد جتيريش على التزام الأمم المتحدة الرأس اختجها وكالة الأونروا مشيرا إلى النطاق الهائل للدمار والموت الناجم عن توصل الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الثامنية الماضية لافتا إلى أنه لا يزال من الصعب للغاية دعم السكان الذين يتعرضون لإسلاق النار وفي ذلك وجود العديد من القيود على دخول الإمدادات الضرورية للمساعدات الإنسانية تتواصل الجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح البري حيث تمكنت هذه الجهود من دخول 12 شاحنة وقود بالإضافة لأكثر من 180 شاحنة من المساعدات الإنسانية متاجهين لمنفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة المزيد يطلعون عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري بعد التحية لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية أمام بوابة معبر رفح المصري وربما التطور اليوم هو عودة دخول الشاحنات مرة أخرى إلى منفذ كرم أبو سالم بعد أن منع المنفذ بالأمس استقبال أي من الشاحنات لكن اليوم نتحدث عن دخول 182 شاحنة بهم عدد كبير من المساعدات الجذائية والإمدادات الطبية بالإضافة إلى التطور الأهم اليوم هو دخول 12 شاحنة وقود نتحدث عن 8 شاحنات للسولار وأربع شاحنات للغاز وهذا الرقب هو الأكبر منذ بدء استئناف عملية دخول المساعدات لمنفذ كرم أبو سالم بالتنصيق بين مصر والأمم المتحدة وهذا يأتي ضمن الوساطة المصرية والجهود المصرية المكثفة لتلبية النداءات العاجلة داخل قطاع غزة بضرورة توفير شحرات الوقود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الصحي وتشغيل المستشفيات التي أصبح لا يعمل منها سوى 17 مستشفى فقط هي التي تعمل في قطاع غزة كما صرحت منظمة الصحة العالمية وهي لا تستطيع الوصول إلى الكثير من هذه المستشفيات فضلا عن أنه لم يعد هناك مستشفيات تعمل داخل مدينة رفح الفلسطينية سوى المستشفيات الميدانية فقط والتي تعمل بكفاءة جزئية للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عضوانها لليوم الواحد والخمسين بعد المائتين على قطع غزة مخلفة عشرة الشهدائي والجرحة وأفذت وكالة الأنباء الفلسطينية بسماع دوي انفجارات وأطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال في المنطقة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية وذلك بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشية الحربية وزوارق الاحتلال النار على ذات المنطقة ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة وأوضحت أن التواقم الطبية انتشرت جثامين ثلاثة شهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحة غالبيتهم من الأطفال جرأ استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما أطلقت طائرات مسيرات حربية النار على منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية وحي الزيتون بمدينة غزة قال سكان في قطاع غزة إن دبابات إسرائيلية توغلت أكثر في المنطقة الغربية لمدينة رفحة الفلسطينية خلال واحدة من أسوأ ليال القصف الجوي والبري والبحري ما أكبر العديد من الأسر على الفرار من منازلهم وخيامهم في الظلام وذكر السكان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلت باتجاه منطقة المواصي القريبة من سحل البحر والتي تصنف على أنها منطقة إنسانية في جميع التوجيهات والخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ هجومه العسكري على رفحة الفلسطينية في مايو وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنها توصل ما أسمته بالعمليات المحددة الأهداف والمستندة إلى المعلومات الاستخبارية في رفحة الفلسطينية مضيفة أن القوات عثرت أمس على أسلحة وقتلت مسلحين فلسطينيين في اشتباكات من مسافة قريبة أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى سبعة وثلاثين ألفا ومائتين واثنين وثلاثين شهيدا وخمسة وثمانين ألفا وسبعة وثلاثين مصابا وأفادت السلطات الصحية في قطاع غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد أو ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ثلاثون شهيدا ومائة وخمسة مصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم يأتي هذا فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه لمدينة جنين ومخيمها بضفة الغربية المحتلة ويأتي ذلك وسط تنفيذ جيش الاحتلال عمليات تجريف للشوارع وتدمير ممتلكات الفلسطينيين بالمنطقة وكان جيش الاحتلال قد أعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مقلقة مانعا الدخول للمخيم حتى إشعار آخر دعا رئيس التحادي قرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل رجوب فرنسا إلى منع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية فاريس 2024 على خلفية مشاركة القائمين على اللجنة الأولمبية الإسرائيلية واللاعبين الإسرائيليين في الحرب الدائرات على غزة وتوقيع أحد اللاعبين على صاروخ أسلقه وقد كتب عليه هدية لأطفال غزة خلال معتبر صحفي في رمالة أكد رجوب أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الرياضيين والشعب الفلسطيني وسياسة التضييق والخنق التي تمارسها على حركة الرياضيين تسقط كل حق قانوني للاحتلال بأن يشارك في أولمبياد فرنسا نحن بتقديرنا وبقناعتنا بأن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وبحق الرياضيين الفلسطينيين وبحق مؤسساتنا ومنشآتنا بما في ذلك سياسة التضييق والخنق التي تحصل في شرق القدس وفي الضفة الغربية على الحركة الرياضية نعتقد بأن هذا أسقط أي حق قانوني أو أخلاقي أو إنساني لهذا الاحتلال أن يشارك في الألعاب الأولمبية في فرنسا تبنى مجلس النواب الأمريكي تعديلا على ميزانية وزارة الدفاع يمنعها من تخصيص أي أموال لإعمار غزة وفض موقع The Intercept الأخباري الأمريكي بأن مجلس النواب الأمريكي صوت على تأييد قرار يمنع إدارة الرئيس جو بايدن من تمويل إعادة أعمار قطاع غزة وقدم هذا القرار من قبل عدد من النواب الجمهوريين حيث تبنوا تعديلا على قانون لتفويد ميزانية الدفاع السنوية لعام 2025 في معارض ديمقراطيون التعديل الذي تم إقراره بتصويت صوتي بسيط تبدلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود ويأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي باليمين ناتنياهو تقييماً أمنياً في ظل الأوضاعي في الشمال تصعيد متواصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على طول الحدود وفي أكبر هجوم للحزب على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي استهدف شمال إسرائيل بحوالي 150 صاروخاً وتعهد الحزب بزيادة تصعيد عملياته ضد إسرائيل وفيما أعلن حزب الله في بيان له أن عناصره استهدفت جنوداً لإسرائيل في محيط موقع حانيت الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى هجوم جوي لحزب الله بسرب من المسيرات استهدف مقار سرية تابعة للواء حرمون 810 الإسرائيلي وأصاب أهدافه بدقة وحدة الدفاع الجوي في حزب الله قالت أيضاً إنها تصدت لطائرة حربية انتهكت الأجواء اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض جو وأكبرتها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية تصعيد أكبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على إجراء تقييم أمني في ظل الأوضاع بالشمال فيما أعلن موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله وتسعى جاهدة لمنع حرب شاملة وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن قلقة من اندفاع إسرائيل لحرب مع حزب الله دون استراتيجية واضحة مشيرين إلى أن واشنطن تعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه تخفيف التصعيد الإسرائيلي اللبناني من جهتها تشير مقلة فورنبوليس الأمريكية إلى أن حزب الله يمتلك أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة بما في ذلك صواريخ موجهة بدقة والصواريخ كاتيوشا معدلة بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات الأمر الذي يجعل الأمريكيين يحذرون مرارا من التساع رقعة الصراع ويقومون باتصالات مكسفة لإنقاذ حليفتها إسرائيل من التورط في صراع آخر أعلن الدفاع المدني العراقي إصابة أكثر من عشرة أشخاص معظمهم عناصر أطفاء خلال محاولة السيطرة على حريق في مصفاة للنفط في إقليم كردستان العراق واندلعت النيران في مصفاة نفط في وثلاث سيارات أطفاء وعدد من صهاريج تخزين النفط وما أدى لتصاعد مكثف للأدخنة فوق جنوب غربي مدينة أربيل أعلن البيت الأبيض أن مجموعة السابع أحرزت تقدما جيدا نحو التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام أصول روسية مجمدة لمساعدة أوكرانيا ويأمل القادة في التوصل إلى اتفاق اليوم خلال القمة المنعقدة في إيطاليا قال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان أنه بناء على أحرزته المناقشات ما بين الوفود من تقدم تأمل واشنطن ومجموعة السابع أنه بحلول الوقت الذي يكتمع فيه القادة اليوم يكون لديهم رؤية مشتركة بشأن طريقة المضي قدومة يسعى قادة مجموعة السابع في القمة المنعقدة في جنوب إيطاليا إلى توصل الاتفاق حول مساعدة أوكرانيا ويأتي ذلك فيما أكد مسؤول أوكراني أن المجموعة أحرزت تقدما جيدا جدا نحو التوصل إلى اتفاق مشان استخدام أصول روسية مجمدة لمساعدة كييف إعادة أعمار أوكرانيا تحت هذه اللافطة العريضة تتضفق المساعدات من الخراطيم الأمريكية والأوروبية لكييف لإنقاذها من فوهات المدافع الروسية التي لا تهدأ نيرانها منذ أكثر من عامين ولعل طوق النجاة في قرار قادة مجموعة السابع بالاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا وذلك قبل نهاية العام الجاري القرار سبقه تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن أكدت فيها أن موضوع المساعدات محل نقاش بين واشنطن والحلفاء الأوروبيين انطلاقا من أن الولايات المتحدة تريد أن تشارك كافة الدول السبع في تخصيص المساعدات وأن لا تكون الوحيدة التي تمنحها وتكتفي القارة العجوز بمقاعد المتفرجين لا سيما وأن الدول الغربية سارعت بالتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها ما بين 5 و6 مليارات في الولايات المتحدة القرار سبقه تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن أكدت فيها أن موضوع المساعدات محل نقاش بين واشنطن والحلفاء الأوروبيين انطلاقا من أن الولايات المتحدة تريد أن تشارك كافة الدول السبع في تخصيص المساعدات وأن لا تكون الوحيدة التي تمنحها وتكتفي القارة العجوز بمقاعد المتفرجين لا سيما وأن الدول الغربية سارعت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها ما بين 5 و6 مليارات في الولايات المتحدة وتستكمل مجموعة السبع في كابري الإيطالية ما بدأته في قمة هيروشيما العام الماضي باليابان عندما شددت على الاستمرار في فرض عقوبات ضد روسيا وجدد أعضاءها التزامهم بتقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا وعلى المدى الطويل وأعلنت بريطانيا عن مجموعة جديدة من عقوبات الدفع الثمن تستهدف موسكو منها عقوبات ضد 86 فردا وكيانات تجارية مشبوهة على صلة بسلقة الحبوب الأوكرانية وأخرى متورطة في شحن منتجات التاقة الروسية ومع توجه دول أوروبا إلى سويسرا السبت المقبل لاستئناف رحلة انتشال أوكرانيا من مستنقع الدمار تحت عنوان قمة السلام في أوكرانيا يترقب العالم غضب الدب الروسية وماذا يمكن أن تفعله مخالبه التي يخفيها ويشهرها عند الضرورة التقى وزير الدفاع الأمريكية لايد أوستن مع نظيره الأوكرانية روستوم أوميرابا وذلك قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في بركسل هذا ومن المقرر أن ينضم أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية شارلز براون مع الوزراء الدفاع والقادة العسكريين لنحو خمسين دولة لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية يتزامن الاجتماع مع قمة قادة مجموعة السبع السنوية في خطوة لتعزيز الدعم المقدم لكييف وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس سوتنبر وصف الترسانة النووية الغربية بأنها الضمان الأمني النهائي للناتو ووسيلة للحفاظ على السلامة وقبيل اجتماع وزراء الدفاع الناتو والذي يستمر يومين في بروكسل أشار إلى جهود الحلف لتكييف قدراته مع التهديدات الأمنية الحالية مع الأخذ في الاعتبار أحدث الخطابات والتدريبات النووية الروسية إن الردع النووي لحلف شمال الأطلنطي هو ضماننا الأمني ورادعنا النهائي وهذا الشيء تم تطويره على مدى سنوات عديدة تمتلك الولايات المتحدة أسلحة نووية في أوروبا فيما يوفر الحلفاء الطائرات والتخزين والقيادة والسيطرة والدعم لجعل هذا الأمر فعالا ما رأيناه خلال السنوات والأشهر الماضية هو خطاب نووي خطير من الجانب الروسي لقد رأينا أن روسيا أعلنت أنها نشرت أسلحة نووية في بيلاروسيا وشهدنا أيضا المزيد من التدريبات وصلت أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بطاقة نووية إلى كوبا حيث من المقرر أن ترسوا لمدة خمسة أيام وأوضحت القوات المسلحة الكوبية أن أي من السفن لا تحمل أسلحة نووية معتبرة أن توقفها في البلاد لا يمثل تهديدا للمنطقة مشيرة إلى أنها زيارة تحترم وبشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا وتستجيب لعلاقات الصداقة التاريخية ما بين هفانا وموسكو على حد تعبيرها أعلنت الأمم المتحدة أن إجمالي عدد المهجرين قصرا حول العالم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية إبريل الماضي 120 مليون شخص وأشارت المفاوضية العليا للأم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن هذا العدد يعتبر رقما قياسيا لا ينفك ويتزايد ويمثل إدانة فضيعة للعالم ليست مجرد أرقام قياسية صادمة فحسب بل نزيف لا يتوقف من البشر يتحرك في أي اتجاه صانعا مأساة من لحم ودم هاربا من الموت كلما اشتعلت الحرب في مكان ما على خريطة العالم ليصنع أزمة اللاجئين بحسب المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد النازحين قصرا وصل لرقم قياسي بلغ 117.3 مليون في عام 2023 وهو رقم لا يتوقف عن التضخم يوما بعد يوم تقديرات المفاوضية تشير إلى أن النزوح القصري استمر في التزايد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ومن المرجح أن يتجاوز عدد النازحين 120 مليون بنهاية أبريل الماضي وهي أرقام تشير إلى نقطتين اشتعال الأكثر التهابا في الشرق الأوسط غزة والسودان إلى جانب نقاط أخرى تقف على حافة صراعات جديدة إن لم يكن هناك تحول في الجغرافيا السياسية الدولية لسوء الحظ أرى أن هذا الرقم مستمر في الارتفاع ربما ليس بشكل ملحوظ إذا كنا محظوظين ولم تكن لدينا صراعات جديدة ولكن حتى عدم حل القضايا القديمة يعني أن أعداد اللاجئين تتزايد أيضا لذا ما زلت آمل أن يرى شخص ما أن هناك حاجة لذلك الضوء في نهاية النفط لكن في الوقت الحالي أظل حذرا للغاية في هذا الصدق الحرب في غزة تتصدر تلك الأرقام بامتياز مع تحرك النازحين من مكان لآخر على مدار شهور عديدة هاربين كالطريدة من قصف لا يتوقف ليلا أو نهارا بلا مناطق آمنة ولا رادعة دولي إن حدوث أزمة لاجئين جديدة خارج غزة ستكون كارسية على كافة المستويات خاصة وأنه ليس لدينا ضمان بأن هؤلاء الأشخاص سيتمكنون من العودة إلى غزة في يوم من الأيام وخاصة لأن اللاجئين الفلسطينيين كما تعلمون جيدا يمثلون إحدى المشاكل التي لم يتم حلها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولذلك فإننا نضيف بعضا أكثر تعقيدا للعملية السلمية التي لا تمضي كتما والتي هي بالفعل صعبة للغاية السودان أكثر صراعات إيلاما وأقلها اهتماما من جانب المجتمع الدولي أفرزت حركة فرار قوية نزح فيها أكثر من تسعة ملايين شخص داخليا وفر مليون آخران إلى دول مجاورة بما في ذلك مصر والتشاد وجنوب السودان صانعين أزمات اقتصادية لا تقل ضراوة عن الحرب وعلى قائمة اللاجئين تأتي أيضا الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر والتي تقبر اللاجئين على الفرار إلى البحر ليس نجاة بحياتهم ولكن بالموت على طريقتهم يتوجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحق حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أسيسي سيصل إلى المدينة المنورة حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النووي الشريف ويزور قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحق استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المقترح المقدم من شركة ماغنم العقارية لإنشاء بورغ فرابس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو مليار دولار ويأتي هذا المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة تحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مبنى بارتفاع 250 متر يحفظ على البيئة ويقلل من الإنبعاثات الكربونية وهو ما يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ والتي انعقدت في قب 27 وبموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره صدق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر اندمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والذي سيتم مستقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو الفين أربعة وعشرين هذا وقد تم تعديل التوقيتات الخاصة بموليد حملة المؤهلات العليا والمؤهلات فوق المتوسطة ليكون التقديم متاح لموليد الفترة من الأول من يناير وحتى الثلاثين من إبريل لأشهر يناير وفبراير ومارس وإبريل من جميع السنوات حتى عام الفين وأربعة للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.tagnid.mod.gov.eg ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-499 نظام مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج أروماتيزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مرسم تسليم أطراف تعويضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة وجاء ذلك برعاية القوات المسلحة في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسية لمصابي الألغام من أبناء محافظة مطروح تحت رعاية القوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي نظمت مراسم تسليم الأطراف التعوضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة حيث نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصاب الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروح وذلك في إطار برنامج التأهيل الجسادي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع جينا أن الناس لا قصرت معنا عملوا لجازات نظيفة على مستوى عالي الصراحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمله مع المعاقين ومع تضرير الألغام نفع علينا بالخير عدنا ثلاثة أيام أو أربعة أيام شفنا أن هناك نظام كبير متغير وشفنا الراحة النفسية لنا وشفنا كل الاستقبال الجيد بهذا المكان الجيد دون جهاز بات رفوق الربا يعني يكلب بيكلب تكريف كتير أعلم شدها هم هم بيصنعها وتعديمها لي دائمنا شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمراكز الطب الطبيعي والتأهيلية وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة في الفترة الأخيرة فيه بعد مهم جدا وهو توجيه من فخمة الرئيس بالتركيز على الأطراف الصناعية وأنه يبقى فيه كيان ضخم قومي يقدر أنه يخدم مش بس أهالينا في مصر ولكن أيضا في الوطن العربي وأفريقيا هذه الخطوة بتؤكد حرص وزارة التعاون الدولي بتعاون مع القوات المسلحة على دعم أهالينا في مطروح وعلى حصولهم على حقوم الطبيعي في القدرة على المعيشة والقدرة على القيام بدورهم في الحياة بشكل طبيعي بعد الحوادث التي تعرضوا لها وإحنا كمجلس نواب وكلجنة علاقات خارجية بنتوجه لهم بخلص تقدير على الجهود التي تمت حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولية انطلق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلته لموسم الحق للعام 1445 هجريا لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بهمين المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة عبر محطاتها التسعة المنتشرات بها وذكرت وكلة الأنباء السعودية أن الخطوط الحديدية السعودية سار أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوما وتم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البلغية عددها 17 قطارا والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة ثقيلة كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أعلنت الحكومة استعدادها لاستقبال عيد الأطحى المبارك بدخل كميات كبيرة من اللحوم الطازقة حيث تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية لتصبح بالمجازر المصرية ويتم بيعها عبر عدة منافذ منها 1350 مجمعا استهلاكيا وأكدت الحكومة أنه تم ضخل لحم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقفيضات تتروح ما بين 15 إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية مشيرة إلى أنه سيتم تكفيف ضخ اللحوم السودانية وجيبوطية طازقة من مجزر الوزارة بالبساتين استعدادا لعيد الأطحى مستهدفة طرح 20 ألف رأس ماشية طازقة من خلال 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بندخ يوميا من 100 إلى 150 طن لحوم زي ما حضرك شايف في مجزر البساتين هنا بنوزع على شركات المجمعات الاستهلاكية حوالي 1300 مجمع من ضمنها 30 معرض للشركة المصرية لللحوم والدواجن السوداني زي ما حضرك شايفوا البلدي الطازة ب285 جنيه أيضا جبنا لحوم طازة بلدي من جيبوتي سعر الكيلو 335 استوردنا أيضا حوالي 5000 من اللحم الضاني المبرد من دولة أرجوي بنترح الكيلو ب335 وفيه ضاني بلدي أيضا ب360 جنيه الشركة متوفرة فيها للحوم لحوم أمينة تماما إذا تجودة عالية بتكشف عليها بيطاري في عدة مراحل قبل الزبيح وبعد الزبيح وفور الصلاة المجزر عندنا هنا بيتم عد تكشف بيطاري مراوخة تأكد من سلامة اللحوم اللحوم أسعارها بتقل عن سوق محلي من 30 إلى 40% وده يعني توجه من قدر السياسية أن احنا يبقى فيه تريح الأسعار لأن الأسعار بره لو قرنتزة بقول لحضرك 40% فرق فده برضو رقم اللحوم متوفرة في المجمعات 1350 منفذ على مستوى الجمهورية علاوة على الشوادر والسيارات المتنقلة نحن بنستعد هنا للعيد الأطحى المبارك قبل العيد بحوالي 15 يوم طبعا مجهزين كميات كبيرة جدا من الأبقار السودانية والجبوتي طبعا كميات لا تقل عن 50 طن يومين متضخف المجمعات الاستهلاكية علاوة على ضاني بلدي بيضخف المجمعات الاستهلاكية علاوة على ضاني أرجوي مجمد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سك الأطحية للعام الثاني على التوالي بعدما نكحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكتر من 125 ألف أسرى مستحقة تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل لضمان لحوم بجودة عالية وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل المحافظات من محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات وبشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى وأيضا الأرامل والأيتام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وجه وزير البترول طارق الملا بأهمية زيادة تأمين الأرصداء وإمدادات المنتجات البترولية على كافة المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية وتكفيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنبيب على مدار فترة إجازات عيد الأطحى وما بعدها جذلك خلال تفقده سير العمل بغرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظمة تكرير وتصنيع البترول حيث أكد المل على أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلي قطوة تطويرية مهمة تضاف لصناعة البترول المصرية والكوادر العاملة بها والتي اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير مشيرا إلى أهميات ما تم تطبيقه من تحول رقمي في إدارة ومراقبة منظومتي مصافي التكرير ونقل وتوزيع المتاجات البترولية التي توفر على مدار الساعة بيانات لحظية حول عمل المصافي ومعامل الجودة بها توصل الدولة تنفيذ خططها تنموية شاملة بما في ذلك خطط مواجهة التغير المناخي وما تتضمنه من مبادرات للتشجير في مختلف أنحاء الجمهورية في هذا الإطار عملت الدولة بمختلف أجهزتها التنفيذية على الإسراع بتنفيذ مشروع مبادرة 100 مليون شجرة فضلا عن مشاريع أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني تماشيا مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم تواصل الدولة جهودها في تعظيم دمج البعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان الدولة في هذا الإطار تواصل عملها في الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال السبع سنوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين عدد من الجهات والوزارات إذ انتهت وزارة البيئة من زراعة 1.4 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي تكسيف العمل على مشروع تشجير قراري في المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى والثانية ليتم الانتهاء من زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية الدولة وعبر أجهزتها المختلفة تقوم بتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بإجمالي 100 ألف شجرة كما تشترك الدولة في جهود عديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنية في زراعة الأشجار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2024 إذ تمت زراعة نحو 186 ألف شجرة داخل الجامعات ونحو 5000 شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و36 ألف شجرة خلال عدد من المبادرات داخل عدد من المدارس الجهود الحسيسة التي تقوم بها الدولة في مجال البيئة والتشجير لمواجهة التغير المناخية تستهدف بالأساس امتصاص نحو 850 ألف كيلو جرام من غاز سينوكسيد كربون سنويا للمساهمة في تقليل الآثار الكارسية للاحتباس الحرارية الذي تتسبب به الدول الصناعية الكبرى وتتحمل تبعاته القارة الأفريقية الأقل مساهمة في تلويس البيئة ترجمة نانسي قنقر أعلنت الحكومة والانتهاء من توريد وزراعة 2.5 مليون شجرة في 25 محافظة منذ بدء المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة وأوضحت الحكومة أنه غير العمل بين مختلف الوزرات لتوريد ما تبقى من أشجار لزراعتها مؤكدة الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحرارية عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسوجين وتقليل درجة حرارة الجو وتنقية الهواء وتحسين جودته بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين تابع المهندس رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق تابع الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفستاط أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المشروع حدائق تلال الفستاط يتم تنفيذه على مساحة كبيرة تصل إلى أربعمائة وأربعة أفدنا يحتل واللون الأخضر النسبة الغالبة من المساحة بمعدل ثمانية وثمانين في المائة للمسطحات الخضراء مشيرا إلى أن المشروع يضم عددا كبيرا من المكونات أبرزها منطقة الحضائق التراثية والمنطقة الثقافية ومتحف الحضرات كما أكد حضائق تلال الفستاط تضم عناصر عدة تضمن تنوع وظائف المشروع واستخداماته وللمزيد مشاهدين في هذا الصدد ينضم إلينا هاتفين المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية سيد خالد بعد التحية يعني الاحتباس الحراري وأيضا التغير المناخي بات من الملفات التي تشكل أزمة عالمية ملحة إلى أي مدى أسمت السياسة سياسة الدولة المصرية فيه هذا الصدد في مواجهة تأثير التغير المناخي طبعا يمكن الدولة بتبص على كل الملفات وبالذات الاحتباس الحراري يعني طبعا المصر كانت تنظم مؤتمر المناخ هنا في شرم الشيخ إذن فالدولة المطرية بتقول لي موضوع احتمام شهيد جدا من ناحية التنفيذية بقى نحن بنتكلم على نحن بنتكلم على حضرة الفصطات الفصطات دي هي كانت في مكان في قلب القاهرة كانت من أسوأ أماكن القاهرة من أسوأ أماكن القاهرة 800 كدان متكاملة عبارة عن مقالب عمومية للنفايات جبال من النفايات منطقة سكنية كانت تعاني من الأمراض مش أمراض بس صحية أمراض اجتماعية وبئية فكاتنا نظرة الدولة إن احنا إزاي نحول من منطقة الفصطات إلى حضائق الفصطات حضائق على مستوى عالمي زيها زي حضائق في العالم في أمريكا في أوروبا في الغربة عن مدنيا وكان فكرتنا إزاي إن المسامة ما بين أفضل مكاتب عالمية نقدر نخرج بيها الحديقة دي فكان التوجيه من القيادة السياسية إن إزاي تبقى الحديقة دي متنزه ونفس من الهوى النقي النظيف فإمكاننا حضائق زيها تفضلت وقلت إن النسبة الأكبر 8-8% فعلا من متاحة الحديقة كلها مصطحات خضرة جبال القمامة والمخلفات اللي تشالت وتهزبت عشان تبقى جبال خضراء فيه مشكل هناك على فكرة مشكل هناك للنباتات النذرة جمعنا نباتات النذرة وإزاي نحسن البيئة المحيطة بيها داخل الحديقة عشان تقدر تعيش فيها يعني ممكن جبنا مثلا رحنا حلايب وشغلتين جبنا نباتات نذرة رحنا سانت كاترين وإزاي نشوف إن يتعايش في البيئة دي ولا لا في حاجات تعايشت في البيئة وخلقنا لها البيئة مناسبة للتعايش نهوها وبعض النباتات الأخرى ما عاشتش في البيئة اللي احنا خلقناها لها ولكن بنحاول إزاي نحفظ عن نباتات النذرة بشماندس خالد يعني المشروع مهمة جدا بس احنا عايزين نعرف إمتى حيتم الانتهاء من هذا المشروع إمتى الناس تقدر تستفيد من مشروع حضاء اقتلال الفسطات إحنا عندنا المشروع في أماكن كتير زيان محلات تفضلت في أماكن الساحة السقافية التراثية التلال الأرينة كل دي عندنا منفقتين خاصة بالنسبة للمية اللي هي الثقافية والساحة اللي بجوار مسجد عامل دي خاصة بالنسبة للمية وبقية المشروع إن شاء الله ينتهي في منتصف 25 يمكن قبل كده كمان ويبقى كله على بعضه متكامل على بعض دي خاصة منتصف 25 بتكلفة 13 مليار جنيه يعني الدولة بتتفع 13 مليار جنيه للحديقة دي علشان تبقى متنفس للناس وعلى فكرة احنا بنحاول بنجرس إن الدخول للحديقة دي بمجانا أصلي سؤال آخر مشواندس خالد هل هذا المشروع هيكون ضمن سلسلة مشاريع أخرى تعنى بي يعني إيجاد لكل منطقة مثلا أو مربع سكني أو يعني منطقة مأهولة بي السكان يكون في المنتصف منها حديقة كبيرة يعني يكون فيها المساحة الخضراء كبيرة خلينا أكلم حضرك على حاجات برضو مش خاصة إحنا كل مشروع بنعمله لازم يجنجوا بقى مصطحات خضر عندنا بنعمل مشروع مثلا زي مبادر الدارة لازم يكون في أماكن خضر داخل كل مشروع عندنا مثلا في بعض الجهات الأخرى تبع الدولة مثلا حديقة الحيوان وحديقة الأرمان الحديقة دي بيجددوا الأزهار والحديقة والأشجار اللي فيها عشان فيه أشجار وحاجات تخضط بتموت ممكن تخلق أمراض إزاي الدولة بتراعي الكلام ده وما بانيتش حاجة مباني لا ده كلها بتراعي الأماكن الخضراء عندنا نتكلم على المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الأماكن السكنية ما فيش مكان إلا عبارة عنه في مسطح أخضر جوه ونسبة المباني أو المسطحات الخضراء داخل الكتل السكنية اللي تقل من 25% ل 30% مسطحات خضراء يعني كانت أماكن صحراوية تحولت إلى خضراء في المشروعات الجديدة فالدولة بتحاول توسع الرقع الخضراء على مستوى جميع المشروعاتها من الهمية بمكان المساحات الخضراء المنزرعة دي يعني الاستفادة منها للجميع يعني دي حاجة مهمة جدا شكرك شكرا جزيلا مش ماندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية شكرك شكرا جزيلا بهذا مشاهدين أن نكونوا قد وصلنا لنايهدي هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين مصر توصل جهودها لتحقيق التهداء في غزة وحماس تطلب بإدخال تعديلات على مقترح بايدل لوقف الحرب في القطاع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يتصاعد على طول خط الحدود ومساعن أمريكية لمنع اندلاع حرب شاملة انطلق قمة مجموعة السبع الكبرى بإيطاليا والبيت الأبيض يعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وصلنا إلى ختم نشرة السالسة في تمام السالسة لأولئة إخبارية مجددة إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر